السلام عليكم أعزائي الطلاب هنتكلم هنا على كيفية حل المعادلة التفاضلية الغير متجنسة وخصوصا كيفية استنتاج حل ثاني للمعادلة التفاضلية بمعلومية حل أول إذا كان معنا معادلة التفاضلية بالشكل ده وي طابل داش زائد بي في الوي داش زائد كو في الوي سوف اف اكس حيث عند البي والكو والاف دوال في المتغير اكس فإنه يمكن استنتاج حل ثاني بمعلومية حل أول بالعلاقة دي وي اتنيني سوي واحد تكامل واحد على وي واحد تربيع في اي قس ناقص بي اف اكس دي اكس التكامل ده كله بالنسبة الى اكس مثال اثبت ان وي واحد هو حل المعادلة التفاضلية دي ومنسمى وجد الحل العام إيجاد الحل العام معنا حل الأول عوزين نجيب حل تاني ونقول الحل العامي سوي ثابت في الحل الأول الثاني هنغضي الواي واحد يسوي اس اكس يبنقول واي واحد داش يسوي اس اكس والواي واحد دابل داش يسوي اس اكس هنعوض هنا على المشتقات في هذه الطافة الشمال لو طلع العلاقة كلها يسوي صفة اذن وي واحد يمثل حل هذه المعادلة بمعنى نقول اكس هندصى اكس نقص اثنين تحقص اكس زائد واحد في اكس زائد اكس زائد اكس زائد اثنين في اي او اكس ويصHP عمو المشترك يتضمه X بقصة 2X بقصة 2 زائد X بقصة 2 هنا نقصتين X و X و X هي مقاب مع بعضهم هنا نقصتين وهن 2 بقصة 0 ويصحل هذه المعادلة إذن Y يمثل YP حالة عهزين المعادلة ويأجبين يكتب هذه المعادلة في الشكل القياسي اللي هو y double dash ناقص اتنين بتعقص x زائد واحد على ال x y dash زائد ال x زائد اتنين على ال x في ال y سوصف ده اللي هو ال b بل b و في x بتحته يسوي ناقص اتنين ال x زائد واحد على ال x هو ال b نجيب الحل لقط الحل التاني اهو الحل التاني هو y اتنين يسوي y واحد تكامل واحد على y واحد تابية اي اص ناقص b of x dx للكل dx خلاص ال y واحد هي اي اص اكس با 1 على y واحد تابية تطلحه في البسط با اي اص ناقص اتنين اي اص هنا التكمل بتعنا نحسبه طبعا هنا سالب اتنين c سالب اتنين اهو عشكا ضاعة السالب في العلاقة هنا كامل ده تكمل ده ب x تكمل ده لين اكس با اي اص اتنين في تعقوص اكس لين اكس العلاقة دي كلها تكاتب ازاي اي اص اتنين اكس في اي اص اتنين اللين اكس ده هو اكس تربية ده معداب الواحد تكمل اكس تربية ب x تكابية على ثلاثة يبال . يبال يتنين.. يسابي يبال ييسابي في الاوت زي السابت في الثانية بشكل ساتني في اي اص ايش ساتني ساتنيان على الثلاثة او ساتنيان يبقى الحل اللي عم بتاعنا شوف مثال تاني يزبط انه y يسوى x حل خاص لمعادات التفاضلية واضح انه حل خاص ده y ده بتجبه صف هنا نعود عن ده هنا بواحد يبقى x ناقص x بصف يبقى كل ده يسوى صف ازان حل خاص لمعادات التفاضلية نحدد ال b of x ال b of x هو يعني ناقص x اعلى ال x ناقص 2 في ال x ناقص 1 ده هو ال b of x ونوجد العلاقة بتاعتنا y 2 يسوى y 1 تكامل y 1 تهبيع e صناقص تكامل b of x dx هنا dx تكامل b of x بالشكل ده نكامل ده خدنا التكامل ده على جنب التكامل ده خدنا التكامل ده على جنب كده هو اللي هو ده تكامل x على x ناقص 2 x ناقص 2 بالكسورة جزئية نكتبه بالشكل ده تكامل ده 2 لن المقام ناقص لن المقام 2 لن المقام ناقص لن المقام بخصائص اللين يدينها لن x ناقص 2 كله تابيع x ناقص 1 خلاص؟ انه هو ممكن نكتبه الشكل ده لن قيم المطلق عشان مقام ممكن نبقى في الساعة خلاص e قس لن يبالينها لن اضع مع e هيدين القول للحد ده بس الحد ده بس يبقى y2 يسوي x تكامل 1 على x تربية تحقص x ناقص 2 لكله تربية x ناقص 1 y2 يبقى بالشكل ده التكامل العادي بالشكل ده y يسوي c1 y1 زائد c2 y2 c1 y1 زائد c2 y2 نشوف مثال تاني نفس الكامل يثبت ان ده حل خاصة معادلة دي هنجب المشتقط ونعوض هنا هنلاقي الطاف اليمين يساوي الطاف الشمال يساوي صف يبقى اذا y1 حل خاص هنجبنا y1 داش والy double داش ونعوض طلع بصف تعوض مباشر طب البي عنده هنا بكم البي اوف اكس بكم يسوي 2 يبقى ان الواي اثنين يسوي y1 تكامل e قسنا قس تكامل b اوف اكس dx على y1 تربية dx الواي واحد بكم x في Y اوف ساقس x عوضنا اذا العلاقة نعوض طلب الشيخ تلاقى الواي واحد تربية وتاكامل ده ناقص 2 التاكامل ده E اوف ساقس 2x E اوف ساقس 2x هنضيع مع E اوف ساقس 2x يبقى ان هنكامل 1 على X تربية تاكامل 1 على X تربية ناقص 1 على X يزان Y اثنين يساوي ناقص E اوف ساقس x خلاص الواي بقى الواي يساوي C1 في سي واحد واي واحد زائد سي اتنين واي اتنين اللي هو يساوي سي واحد اكس في اي قص ناس اكس زائد سي اتنين سي اتنين اي قص ناس اكس هذه المعادلة ممكن نحلها عادي معادلة تبادولية متجنسة زائد المعملات السبت تدين نفس الحل ده.